اهلا بحضراتكم مرة تانية خليني رحب بدفنا النهاردة نجم التحليل العالمي والكرة العالمية نادر عبد الناصر يكون دفنا النهاردة في المحترف عشان نتكلم في كل ملفاتنا النهاردة في المحترف نادر مساء الخير عليك مساء النور يا كابتن هاني تحيات الحضرتك وتحيات طيبة لكل السادة مشاهدين قناة الناد الأهلي منعوارنا نادر وبنتكلم على الكرة العالمية وخاصة خلينا نبدأ بالبريميال ليج قبل نتكلم على المباراة يمكن المرتقمة ما بين ليفر بول والماني يونايتد خلال يمكن مساعة من دلوقتي خلينا نعرف رؤيتك وجهة نظرك توقعاتك انتباعاتك على انطلاقة البريميال ليج يعني يمكن بعد الجولة التانية طبعا بالنسبة للدول الإنجليزي يعني بدأ بداية طبعا معظم الفرق بدأ بداية كويسة مثلا ليفر بول يعني بدأ بداية غير متوقعة بالنسبة لي رغم له عمل فترة إعداد قوية جدا وعمل مبارات تحضرية قوية وعمل مسكرات جيدة ولكن في أول جولتين اتعادل مع فولهم اللي كان لسه صاعد وكريستل بلس وقدم أداي يعني مش كبير ولا مستوى فن كبير وكان فيه علامات استفام كتير على مستوى خط الويست فريق ليفر بول كان بيونكسوا لعب يعني يقدر يلعب اللعبة اللي قدام كان الجانب الأفضل لفريق ليفر بول كان محمد صلاح طبعا يعني على المستوى كلنا يعني بنتابع طبعا البريميال ليج ومنتابع خاصة ليفر بول بعد الأداء كمان نخلي بالك الأداء الرائع في كاس الدرع الخيرية وفوزه على المين سيتي الكل كان متوقع بداية جيدة في البريميال ليج شفت ايه تاني في البريميال ليج حسيت انه غير متوقع غير مألوف في بداية أول جولتين طبعا كمان فريق ليدز يونيتد عجبني بدايته فريق برايتون طبعا ده كله كان بالنسبة لي غير متوقع ولكن نقدمه موراية جيدة جدا المدرب الأمريكي هو مارش لما مسك ليدز بعد مارسيلو بييلسا قدم أداء كبير جدا وأهم نقطة عمله في فريق ليدز انه غير الاسلوب الدفاعي طبعا عارفين مارسيلو بييلسا كان بيلعب بنظام الرقابة الفردية المدرب الأمريكي مارش غيره إلى نظام دفاع المنطقة وكمان بدأ يغير منطقة الضغط وافتكاك الكرة خلال مرحلة معينة وبيضغط بشكل كبير جدا وزي ما شفناه في اللقاء الأخير قدام تشيلسي قدم لقاء كبير جدا وفازه 3-0 وكان فريق ليدز تحسن بشكل كبير مع هذا المدرب ولكن كان فيه ألأ في البداية طيب لو بتتكلم على المستوى التاكتيكي وبتتكلم على مستوى الأداء الفني هاخد من كلام محمد صلاح لما سألوه تتوقع من الأربعة اللي حينفسه على البريمير ليج يمكن ما ذكرش وكانت بالنسبة لي مفاجأة شوية ما ذكرش توتنهام على سبيل المثال شايف كمان توتنهام مع كونتي بداية موفقة بالنسبة له هل حيمثل ضلع من أضلاع المنافسة في البريمير ليج السندي أنا أعتقد توتنهام السنة دي هيبقى بشكل قوي جدا ومغير خاصة بعد الصفقات اللي جابها اللي هو ريتشالسون واللاعب بريسيتش طبعا مع كولوزوفزيسكي وهاري كين طبعا لعبة مناسبة جدا عنده توازن في وسط الملعب كيادة هولبرج وبينتن كور فأنا أعتقد هيكون منافس قوي كمان كونتي بيحب ياخد البطلات ببليه بصمات بشكل كبير جدا فأنا أعتقد هيكون منافس كبير فريق توتنهام بجانب طبعا السيتي والليفر وأرسنال مع مايكل أرتيتا جاي بكوة وبيعيش حالة من التطول والتحسن الفني الكبير برضو انت جبت سيرة أرسنال والأرسنال يمكن بعض الناس شايفة انها انطلاقة شبيهة بانطلاقة فوزو من فترة طويلة انطلاقة فوزو بالبريمير ليج وبتقارنوا بالموسم الماضي الموسم الماضي كان تقريبا أول تلات جولات ده هزاي ما كانش عنده أي نقطة النهاردة الأرسنال يحقق النتيجة الكاملة بتسع نقاط خلال التلات جولات شايف دي هيكون فيه استمرارية هل انت شايف على المدى طويل اللي احنا لسا نتكلم بدري قوي على البريمير ليج ليمكن الجولة التاتة لكن نتكلم كمان على الأرسنال شايف الأرسنال ازاي مع أرتيتا الصفقات الجديدة الشكل الهجوم اللي بيلعب به بشكل أكثر من رؤية أرسنال طبعا بيعيش حالة جيدة مع مايكل أرتيتا زي ما قلت لحضرتك أنا لسا طبعا أول تلات جولات ولكن أنا منتظر أرسنال قدام الفرق الكبيرة يعمل ايه يديك مشكلة أرسنال في السنوات الماضية يعني هو بدايته كمان السنة الفاتت مع بريندفورد كان الوافد الجديد من الشامبينشيب تعصر كمان لكن بداية قوية شخصية أرتيتا خلاص بدأ يحط يديه على مواطن القوة والضعف في الفرقة نتكلم على صفقات رائعة وعلى سبيل المثال جيسوس طبعا اللي بيسجل أعتقد أكتر من هدف خلال الجولتين اللي فاتوا الأرسنال قادر على الاستمرار بهذه الوطيرة والفوز والمنافسة بشدة على البريمير دي أرسنال توقع يكون منافس كو السنة دي مشروع أرتيتا وطبعا بصمته بدأت تظهر أرتيتا كمان لما كان مساعد بيو جورديولا أعتقد يتعلم منه بشكل كبير جدا فريق أرسنال من الفرق دلوقتي اللي بتأذي الكورة جيدة وحالي أنه المركز الأول عنده لعبة شباب جيدة بيعمل حاجة مميزة جدا وبيدافع وعنده تنويع في تسجيل الأهداف سوى خلال التدرك بالكورة والاستحواز أو ساعات يلعب تحت الكورة وبيعتمد على السرعات كمان عنده أوديجارد وروي سميس التحركات بين الخطوط بتبقى بشكل مميز جدا ومارتينيلي ففيه أجناحة شغالة بشكل كبير جدا الدفاع تحسن بوجود اللاعب جابرييل وتومياسو الياباني كمان وسط الملعب تشاكا لعيب مميز جدا وأتمنى طبعا نشوف محمد أنني في المباريات القادمة طبعا أنني مش عشرين مصري ولكن مميز جدا في عملية الحركة وبيساعد الفريق في الخروج بالكورة بشكل جيد صحيح وكان أنني ليه أدوار مهمة جدا جدا كمان على مستوى آخر يمكن أربع خمس مباريات في الموسم اللي فات مع أرتيتا وكمان جدد عقده عارفين طبعا أنني كمان في البري سيزون كان كابتن الفريق فكل التوفيق لمحمد أنني كمان على مستوى الإدارة الفنية للأرسنال طبعا ميكيل أرتيتا بداية ولا أروع نشوف قال إيه بعد طبعا البداية الجيدة جدا في البريميال ليج نشوف ميكيل أرتيتا أنا سعيد جدا من الصعب جدا المجيء إلى هنا هو الفوز بثلاثة أهداف لذا الفضل يعود إلى اللاعبين والطريقة التي لعبنا بها الطريقة على وجه الخصوص التي بدأنا بها المباراة واصلنا اللعب بها الأمر ليس سهلا الدليل على ذلك عندما لعبوا أمام أستون فيلا كيف كانت المباراة مختلفة وكيف أصبحت مختلفة في بعض أجزاء الشوط التالي أيضا لذلك أنا مسرور جدا في نفس الوقت علينا تقييم أنفسنا في العديد من النواحي لا يزال بإمكاننا التحسن كثيرا إنها ثلاث مباريات فقط هذا لا يعني شيئا هناك فرق أخرى لم تلعب ما يعنيه ذلك هو إننا تمكننا من الفوز بثلاث مباريات وتسجيل الأهداف والحفاظ على نظافة شباكنا الفريق يلعب ويؤدي بشكل جيد إنه منافس بشكل جيد حقا لكن سنبدأ تدرب مرة أخرى لنصبح أفضل في أمور أخرى علينا أن نكون الأفضل طبعا علينا أن نكون الأفضل واتكلم في نقطة مهمة جدا الراجل بيتكلم أننا لعبنا بس ثلاث مباريات ولسه الطريق طويل جدا جدا قدامه ولكن باين واضح الجواب بيبان من عنوانه إن أرسلان السنة دي سيكون مختلف تماما عن أرسلان الموسم الماضي طيب نادر نخش على المباراة يمكن خلال ساعة من دلوقتي مباراة جبيرة جدا جدا الماني يونيتد مع ليفر بول شايف المباراة زي أنا أتوقع أن المباراة تكون مباراة كويسة جدا بين أثنين مدربين مستوى الأفكار التكتيك بتاعهم جيد يورجون كولوب وإيريك تينهاج ولكن أنا شايف أن ليفر بول النهاردة بعد أول تعصرين وتعدلين النهاردة يظهر بردد فيها المختلفة وكوية وهيكون هو الأقرب لإلفوز بشرط مستوى وسط اللاعبة وسط ملعب ليفر بول يتحسن بشكل جيد ما أجبنيش في أول جولتين خصوصا هيرفي إليوت وفابينه وهندرسل ما كانش فيه التكامل والتجانس بينهم خاصة الأدوار الهجومية فلازم يبقى فيه تنوع بشكل كبير جدا ويكون فيه تكملة هجومية من هذه اللاعبة عشان نشوف فريق ليفر بول أفضل كمان في أول جولتين الجانب الأيصر لفريق ليفر بول سوى روبيرسون أو اللاعب لويز دياس ما كانش برضو فيه يتفاهم بشكل كبير جدا كان الجانب الإيجابي كان نونيز ويمحمد صلاح بس هم اللي كانوا ظهرين بشكل كبير جدا على الجانب الآخر فريق منشستر خسر أول جولتين الفريق سيء جدا عنده مشاكل دفاعية كبيرة جدا سوى مجواير أو مارتينيز ساعة بيكون الانطلاقة السيئة شوية وبعدين مباراة كبيرة أمام ليفر بول دي ممكن تشيل شوية لضغوط مع الماني يونيتد وهل في المباراة اللي زيها بيحصل مقارنات يعني طبعا كل الناس بتفتكر آخر مباراة أو مباراة ليفر بول والماني يونيتد وفوز طبعا بخماسية لصالح ليفر بول تسجيل محمد صلاح لهاتريك هل دوت لي حسابات خاصة ولا دي مباراة مختلفة تماما مع إدارة فنية جديدة مع كمان عناصر دخلت للفرقتين على المستوى الصفقاتي طبعا يا مباراة يعني بتبقى خارج الحسابات يا كلاسكو بينهم بيبقى فيه تنافس شرف دايما بين الليفر واليونيتد زي ما قلت حضرتك ممكن يكون فيه تحسن الفريق اليونيتد ولكن أنا بشوف اليونيتد الفريق فاقد السقة وفاقد للشخصية أعتقد النهاردة برضو هيخسر من فريق ليفر بول كنا نأمل أن إيريك تنهاج يتحسن مع الفريق ولكن حتى الصفقات مشكلته ولا مشكلة إدارة يعني كنا دايما الديوف بسألهم أن الماني يونيتد عنده الإمكانيات الكبيرة جدا جدا أنه يعمل فريق يعني فريق عظيم وأنه يعمل صفقات أكتر من رائعة ولكن شايف هل الإدارة هي السبب هل تنهاج هو السبب هل اللعيب على رأسها كريستيانو رونالدو والمشاكل في الدريسنج روم ومشاكل دي هي سبب تظاهر لغاية دلوقتي خسارة الجولتين الأولى والتانية مع ماني يونيتد لا والسبب الأكبر إدارة ماني يونيتد إدارة طبعا سياها وحتى الصفقات اللي بيجيبوها يعني مش بطموحات جماهير يونيتد ولا على قدر فريق منشستر يونيتد بيجيبوا صفقات يعني مستوى اللعيب متواضع فنيا حتى مارتنيز المدافع اللي جاه هولندي ولكن برضو يعني مش مستوى الفني الكبير بجانب طبعا بلعب مع ماجواير فعندهم مشاكل دفاعية كبيرة جدا بس بدأ يصلى لعيبة لونيتد الجولة بدأ يصلى حوار يعني بدأ حتى على مستوى الصفقات كلمنا على كازيميرو في الانترو لعيب عنده خبرات كبيرة جدا جدا كازيميرو من اللعيبة المميزة في وسط ملعب على مستوى العالم خبرات كبيرة جدا فبدأ يخش في صفقات كنا بنتكلم كمان على فرانك دي يونج بس هو بتاعت شوية يعني فيه لسه شغله زي ما بقولك لسه الغاية 31 أغسطس الأرقام والصفقات لسه شغالة طبعا كازيميرو يكون إضافة فنية كبيرة الوسط الملعب مع مكتومني واللعب في ريد يكون إضافة كازيميرو من اللعيبة اللي بتقف وبتحمي المدافعين كمان بيعمل دستوريير بشكل جيد وبيحاول يمنع تحولات المنافسة يكون مكسب كبير لفريق اليونايتد ولكن ده مش كفاية اليونايتد الأزيرة سويمين أو الشمال مفيش تفعيل للأدوار الهجومية بتاعتهم فكمان محتاجين ظهير آيمن أو أيصر بشكل كبير جدا اللي جابوه مع لوكشو كان برضو ضعيف الفريق محتاج ظهير آيمن كمان محتاج راس حربة قوي مع احترامي طبعا الكريستيانوي راشفورد ولكن الفريق يعاني هجوميا وعنده مشكلة هجومية في الفاعلية طيب ده طبعا على مستوى المان يونايتد على مستوى الإدارة الفنية هاج طبعا المدير الفني الهولندي في مشكلة كبيرة يعني خسارة الجولتين الأولى والتانية وعنده في الجولة الثالثة مبرى كبيرة أمام ليفر بول نشوف رد فاعلة هاج المدير الفني للمان يونايتد أعتقد أنني وضعت رأيي بالتأكيد لم أكن سعيدا هذا واضح يمكنك التحدث عن كرة القدم يمكنك التحدث عن اللعب بفلسفة معينة لكن الأشياء الأساسية يجب أن تكون جيدة وأن تبدأ بالتصرف الصحيح أنت بحاجة إلى روح قتالية على أرض الملعب كان تينهاك طبعا المدير الفني للمان يونايتد تعالوا كمان نشوف على الجانب الآخر يورغن كلوب المدير الفني الليبر بول البداية السيئة للموسم تجعل المباراة أكثر صعوبة بالطبع إنه كذلك أفضل أن لعب معهم بعد أن فازوا بخمسة أهداف دون مقابل بالتأكيد هذا هو الحال لكنها ليست أرض الأحلام أنت تعلم أننا يجب أن نتعامل مع الأمر كما هو تعادلنا في مبارتين فهل من الأفضل أن نلعب في مثل هذا الوضع أم أنه أسوأ لا أعرف إنه الموقف فقط من الواضح أنه لدينا فريق بحاجة إلى الجميع لسنا خمسة وعشرين أو ستة وعشرين لاعب لكن على الجانب الآخر هذا يفتح الفرص وأنا سعيدهم بذلك لست متأكداً من وجود اللاعبين ستيفان وبوبي سيكونان قريبان جداً من الفريق الأول إذا كان بإمكاننا توفيرهم جميعاً سيتخذون الآن خطوات حقيقية كل يوم في التدريب هذا شيء لا يصدق هذا جيد كان يورغن كلوب طبعاً المدير الفني لليبربول ندر تعليقك على الاثنين واضح جداً تأثير الأول قولتين على تنهاج لكن كمان على مستوى ليبربول مش أفضل حالاته طبعاً كلام منطقي وطبعاً متأثرين بشكل كبير جداً زي ما قلت لحضرتك البداية كانت غير احتدادية من الفريقين منشستر خسر اللقائين وبأداء سيء جداً والليبر برضو تعادل اللقائين كنت أتوقع يكسب الميبراتين خاصة اللي كان لسه فايز بالدير الخيرية وقدم لقاء كبير وكان أداء اللعبة وقف على رجلها بشكل كبير جداً فكان النهاردة في أول جولتين كان فيه علامات استفهام كثيرة على أداء الليفر ولكن النهاردة أنا شايفهم أنه يكون الفريق الليفر ظاهر بشكل مغير وليه ردة فعل قوية ويكسب فريق منشستر في توقعات طيب على مستوى توقعات نادر الليفر بول يفوز ولكن على مستوى كرة القدم التوقعات تبقى صعبة شوية وخاصة المباراة دي ممكن تكون البداية الحقيقية لانطلاقة المان يونيتد وليفر بول نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع ناقدنا الرياضي ومحل الكرة العالمية نادر عبد المصر أهلا بحضراتكم مرة تانية نادر خلينا نتكلم على أفضل المباراة في الجولة اللي فاتت اعتقادي كانت مباراة نيو كاسل والمان سيتي ونتيجة تلاتة تلاتة في مباراة مرة سونية يعني مباراة شفنا فيها كل حاجة من فنون كرة القدم رؤيتك إيه للمباراة دي وأعرف كمان توقعاتك للمان سيتي على مستوى المنافسة توقعاتك لنيو كاسل بعدما كان يمكن قريب من الهبوط للشامنشيب لكن في الدوري لغاية دلوقتي جمع يمكن خمس نقاط من فوز مباراة وتعادل المباراة بالنسبة للمباراة السيتي ونيو كاسل كانت مباراة يعني أفضل مباراة في الدورة الإنجليزية حتى الآن إيدي هاو أول ما مسك فريق نيو كاسل طبعا كان مهدد بالهبوط بشكل كبير السنة الماضية صحيح جيه مسك وظهر بصماته بشكل جيد واشتغل على الجانب الدفاعي والفريق بقى المنظومة الدفاع بتاعته قوية جدا بالآن سأقدم مباراة كبيرة جدا من النواحي الدفاعية وكمان قدر يستغل السرعات اللي عنده في النواحي الهجومية عنده برونو جامريش في وست الملعب كان مميز جدا وأتعبوا فريق السيتي بشكل وأتعبوا فريق السيتي بشكل كبير جدا على الجانب الآخر فريق من الشيستر سيتي يعني كان عنده برضو بعض المشاكل نوعا ما ولكن في الشوت الثاني الفريق تحسن طبعا جندجان ودوبروينة واللعب رودري تحسنوا بشكل كبير جدا مشكلة فريق نوكسل بعد تقدمه التلاتة يعني تراجعنا وعما وده اللي خلى السيتي يرجع في المباراة يعني أنا كنت شايف نوكسل ماشي بشكل كبير جدا وكان أقرب للانتصار ولكن التراجع ده كان نقطة سلبية وعامل خلى فريق السيتي يعود للمباراة والمباراة تخلص تلاتة تلاتة ولكن كانت مباراة طبعا ممتعة من النواحي التكتيكية وكمان في محاولات على مرمى الفريثين بشكل كبير صحيح ده على طبعا مستوى المباراة ولا أروع يمكن اللي شاف هذه المباراة استمتع بفنيات كورت القدم مباراة من العيارة التقيل رغم التوقع أن المان سيتي طبيعا يكتسح نيو كاسل ولكن كان نيو كاسل أعتقد لغاية منتصف الشوت الثاني كان متقدم تلاتة واحد لكن رجع بقوة المان سيتي كالعاد نشوف بيبغارديولا قال ايه بعد المباراة ونرجع مع حضرتك كانت مباراة مناسبة بالتأكيد بدأنا بشكل جيد سجلنا هدفا كانت لدينا فرصا قليلة مع كيفين دي بروين وفي الفولدين كانت تحت السيطرة بعدما خسرنا في النتيجة لأنهم لعبوا بطريقة عنيفة للغاية كانت هناك بعض التدخلات عندما حدث ذلك كان علينا العودة للدفاع في مربع 18 متر كانت التدخلات مباشرة علينا قليلا في الشوط الأول بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد لكننا تلقينا هدفا رائعا بعد ذلك بدأنا بعد الهدف الثالث هاجب كانسل لوع تبديل اللعب أظهرنا أننا كنا هناك سجلنا هدفين صنعنا الكثير من الفرص بشكل عام منها واضحة واحدة كانت في مواجهة الحارس بوب حارس مارمان يوكاسل الذي لعب بشكل لا يصدق كما كان في لقاء يوكاسل وبرايتون كانت مباراة ممتازة يتعين علينا القيام بالقليل فقط علينا أن نعيش هذا النوع من المباريات هذا هو السبب في أن دور الإنجليزي الممتاز صعب للغاية الجميع سيضيع النقاط أكيد بيب كان يتمنى طبعا الفوز بهذه المباراة لكن فوجأ كمات بمستوى أكتر من رائع على المستوى اللجومي لنيوكاسل تعليقك على بيب جاردول طبعا كلامه صحيح جدا وده حلاوة الدور الإنجليزي لا تقدرش تتوقع مين يكسب ومين يخسر كورة القدم طبعا فيها متغيرات كثيرة جدا نيوكاسل طبعا أحلى جسيت بشكل كبير جدا وده طبعا حلاوة الدور الإنجليزي وطبعا لسه بدري ثلاث مباريات يعني ما تقدرش تحكم طبعا بالوقت ولكن السيت طبعا مع مباري المباريات والعامل البدا يشتغل ويعلى عندهم هيكون الفريق متحسن بشكل كبير كمان هالند لما يتأقلم أكتر في الهجوم هيكون الفريق قوي جدا والفعالية الهجومية بتاعتها تكون أعلى بشكل كبير زي أنت بتقول توقعات في البراميل الليج مش موجودة وده يوديني لمباراة كانت طبعا المتوقع فيها فوز تشيلسي وكانت مباراة تشيلسي وليدز وفوز كبير ليدز على تشيلسي 3-0 طبعا كانت مباراة برضو كويسة جدا تشيلسي ظهر بشكل ضعيف قوي مشكلة فريق تشيلسي في النواحي الدفاعية بيلعب بالتلاتة أربعة تلاتة ولكن عنده مشاكل في الأطراف بيلعب بكلوبالي ويتيجو سيلفا وجيمس عندهم مشاكل كبيرة جدا في ظاهرهم طبعا الليجزي اشتغل عليها بشكل كبير خاصة اللاعب أرونسون قدموا شكل لعب أزعج جيمس بشكل قوي وسط ملعب الليجزي كان متفوج بشكل كبير جدا على جورجينهو اللي كان ظاهر بشكل سيء وده يثبت أن جورجينهو بدون قانتي سيء وضعيف في مستوى خروجه بالكرة بطيئ جدا كمان كان عنده ما فيه سرعة في اتخاذ القرار وطبعا حاليا لاعب كرة القدم عبارة عن قرار أهمية سرعة اتخاذ القرار مكادش موجودة عنده وطبعا ده اللي بنشوفه عشان كده بيبقى فيه تدريبات مصغرة ثلاثة مثلا أو أربعة أربعة عشان ده بتحسن سرعة القرار وتنفيذه لدى اللاعب كانت مفاجأة بالنسبة لك ظهور ليدز بهذا المستوى مع طبعا المدير فني أمريكا جديد على مستوى فريق بلاعب فريق من المرشح لطبعا الفوز بالبريمير ليك تشيلسي هل كنت متوقع هذا الأداء على المستوى اللي جومي بشكل أكتر من رائع لليدز زي ما انت قلت فيه استراتيجية متغيرة في التاكتك بتاع ليدز يونايتد يعني حقيقة ما كنتش متوقع أن الفريق يظهر بقوة من الناحية اللي جومية بشكل كبير كده ولكن زي ما قلت لحضرتك المدرب الأمريكي بصمته وظهر بشكل كبير وكان ممكن يسجل أكتر من ثلاث أهداف كمان أهم حاجة زي ما قلتها لك اللي هو قدر يغير سلوب الدفاع للفريق واستخدم الصفقاته كمان بشكل جيد يعني في الصفقات تحس تلعب بقالها مدة مع فريق تأقلمه بشكل سريع ويستحق المكسب طبعا وحاليا ماشي بصورة كويسة أكيد جيسي مارش المدير الفني الجديد ليدز يونايتد كان سعيد جدا جدا بفوزه الكبير على تشيلسي البلوز بنتيجة 3-0 تعالوا مع حضرتكو نشوف قال إيه من الواضح أن الأداء كان جيدا حقا وهو الأفضل منذ أن استلمت مهمة تدريب الفريق أعتقد أن ما هو جميل حقا ليس فقط الفوز وإنما أيضا الأداء الجيد واللافت كنا الفريق الأفضل رغم صعوبة المباراة كان لدينا تنوعا في الهجوم استطعنا للحد من خطورة محاولاتهم كل لاعب قام بدوره على أكمل وجه في هذه المباراة لدينا مجموعة جيدة أنا أثق فيهم وفي قدرتهم على المواصل على المنوار ذاته أعتقد أن فرضنا أسلوب لعبنا طيلة المباراة أتيحت لهم بعض الفرص لكنهم في المقابل ارتكبوا بعض الأخطاء لدينا لاعبين متميزين إذا تم منحهم المزيد من الوقت كان بإمكانهم تمرير الكورة طيلة المباراة لم نرغب في فعل ذلك أردنا الضغط منذ البداية والتحكم في المباراة بهذه الطريقة أعتقد أننا نجحنا في ذلك بإمكانهم يمكنهم أن يساعدهم كل يوم طبعاً بداية ولا أروع ليدز يونايتد بعد طبعاً صعوبات كبيرة جداً في الموسم الماضي لكن دلوقتي أعتقد ليدز في المركز الثالث أو الرابع سنشوف مع حضراتكم أكيد طبعاً الجدول للترتيب لكن نادر أعتقد دي كمان من مفاجآت الثلاث جولات الأخيرة وجود ليدز في المربع الزهبي في البرمير ليج بعد كاماً موسم يعني كان سيء جداً الموسم اللي فاتي طبعاً ليدز حالياً المركز الثالث سبعة بونت من ثلاث جولات فاز اتنين وتعادل واحد وفي الثلاث مبارات قدم مستوى كبير جداً وكانت مفاجأة طبعاً الفريق ليدز يعني مع مرسلو بيلسة كان بيلعب بطريقة يعني بالنسبة لي ما كانتش بتتماشى مع إمكانيات اللعيبة المدرب الأمريكي مارش عندما جاء عمل أسلوب تماشى مع إمكانية اللعيبة اللي عنده وجودة اللعيبة اللي عنده وحتى الآن هو ناجح بشكل كبير وعجيبني جداً طريقته وكمان يعني ساعات بيلعب تحت الكورة وبيعتمد على السرعات يعني مش مارن مش جامد في إسلوبه لا بيغير إسلوبه على حسب الفريق المنافس فالفريق طبعاً بالنسبة لي مفاجأة جداً مع فريق بورايتو صحيح المفاجأات مستمرة في البريميال ليج على مستوى النتائج على مستوى الأداء على مستوى كمان المدربين خلينا نطلع لفاصل سريع بعد الفاصل كمان هنرجع معنا سكايب مهم جداً بعد سكايب كمان لسه عندنا الدوري الأسباني وبرشولنا وريال مدريد وأداءهم في أول جولتين كل ده بعد الفاصل أهلاً بحضراتكم مرة تانية زي ما بنتكلم على البريميال ليج وهو ممكن أقوى دوري على مستوى العالم كمان خلينا نتكلم على الدوري الإيطالي اللي يمكن راجع بقوة كبيرة جداً جداً من خلال أندية كثيرة دعمت بي عناصر كبيرة على المستوى الفني وفي اعتقاد الدوري الإيطالي السنة هيكون دوري قوي جداً عشان كده يكون معنا عبر سكايب من روما طبعاً لاعب كبير على المستوى الفني طبعاً ماركو زنبوني المهاجم ولاعب اليوفينتوس ولاعب طبعاً نابولي السابق بنرحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي مساء الخير على الجميع وشكراً لك على التقديم الرائع بنرحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي في المحترف ويمكن متابعني لما بقول أن الدوري الإيطالي السنة هيكون دوري قوي جداً على مستوى المنافسة على مستوى الأداء الفني لمدربين ولعبين عايزة عرف وجهة نظرك ورؤيتك لأول جولتين في الدوري الإيطالي أعتقد أن هذا العام الميلانيزي ويقصد فريق إنتر ميلان وفريق إيسي ميلان سيقومون بصنع الفارق الكالوير وهم أكبر محظوظين في الفوز بلاكا بلوس كوديتو ثم يأتي من بعدهم اليوفي اليوفي دائماً مرشح وبعدهم نابولي ويبقى روما روما منذ قليلاً فاز على كريمونيزي يبقى روما رابع المرشحين ما زلت عندي رأيك أن الميلان والإنتر هما الأقرب رغم غياب اليوفينتوس ليه سنتين يمكن الموسم اللي قبل الماضي كان الإنتر والموسم الماضي كان الميلان فاز بازيل بطولة هل من السهل على جماهير اليوفي وعلى الإدارة الفنية أنها كمان ما تكونش صاحبة الدور الإطالي في الموسم الحالي؟ أعتقد أن هذا العام ما زال كبار ميلانو المرشحين الأقوى للفوز بلاكا بلوس كوديتو لكن قد تكون هناك مفاجأة من نابولي أو روما على مستوى روما بنتكلم طبعاً على مستوى التدعيمات ديبالا الوافد الجديد من اليوفينتوس لروما تأثير ديبالا على المستوى الفني على مستوى الماركتينج على مستوى الجماهير وإحنا شفنا استقبال أكثر من رائع لديبالا من جماهير روما تتوقع هل روما مستمر في المنافسة على الدور الإيطالي أم سيكتفي بأحد مراكز تأهله للبطولات الأوروبية قبل أي شيء آسف لكل ما حدث لنيكولوت زانيولو قبل قليل إصابة كبيرة للاعب من أفضل لاعبين في إيطاليا وكما ذكرت في قبل أن روما لديهم مدرب كبير ومدرب عظيم لدي العديد من الحلول هذا العام كد يكون معزوز كد يفوز بالدوري كما بعمل مركاتو كبير ولديه الرغبة للفوز باللقب لكن أعود وأكرر أن روما ونابولي لديهم الإمكانيات ولديهم من العزيمة ولديهم من الروح وأكبر قاعدة جماهيرية في العاصمة وعاصمة الجنوب نابولي يقومون بالضغط ويقومون بدعم اللاعبين خاصة جماهير روما وجماهير نابولي أعتقد أن روما لديه بعد الحزوز على مستوى العام للقرى الإيطالية إحنا أكيد متأكدين هنشوف زي الموسم اللي فات كان موسم أكتر من رعا للقرى الإيطالية على مستوى الدوري والسنة دي كمان هكون مشتعل تأثيره على المنتخب الإيطالي وهل عدم التأهل للمرة التانية على التوالي لكاس العالم سيؤثر أم هناك خطة واضحة للتحاد الإيطالي يعني خل يعني مواهب جديدة للمنتخب الإيطالي شايف المنتخب الإيطالي وخطواته للمستقبل إزاي أتمنى أتمنى أن نتعلم من الدرس الدرس القاسة الذي لم نتعلم منه للأسف موسم قبل الماضي لأن إيطاليا بعيدة عن المنديال سنتين ومتثلتين هذه كانت صدمة كبيرة لنا وكل الشعب الإيطالي لكن أعتقد أن القرى الإيطالية بدأت تتعافى وقد تعود إلى الواجهة في الأيام المقبلة وأعتقد أن نسكة الدور الإيطالي الموسم الماضي وهذا الموسم قد تعيد للأزهان كالشو الطليان القادم وكالشو الطليان في أعوام المجد لأن قمنا بمزاورات كبيرة وقمنا بمشاكل كبيرة مع روكة الاتحاد من أجل عودة الكرة الإيطالية إلى الواجهة دايما بنتكلم على اللعيبة المحترفة الأفارقة وكان طبعا موجود في دور الإيطالي نجم نجوم العالم وأفضل لعب العالم محمد صلاح عايز أربط ده ما بينه ما بين تصريح الأخير لرئيس نادي نابولي بأن لا يتعاقد أو سوف لا يتعاقد نهائيا مع أي لاعب أفريقي شايف ده إزاي من وجهة نظرك الفنية أعتقد أن دي لاورينتس في بعض الأحيان ويقوم بإطلاق تصريحات كاسية أنا أختار كاسية من أجل تجميل الكلمة لأن الحديث الذي قام به رئيس نادي يعتبر كبير في إيطاليا لا يجب أن تكرج هذه التصريحات كما ذكرت الصحفة الإيطالية صلاح كان من أعظم اللاعبين الأفارقة في مصر وقام وعمل مجد كبير في إيطاليا تصريح مرفوض على مستوى كمان اللاعبة نتكلم على كوليبالي وانتقاله طبعا إلى تشيلسي شايف هذا الانتقال إزاي؟ وهل قادر كوليبالي على اللعب بنفس الكفاءة ونفس الأسلوب رغم تغيير الرتم من الدور الإيطالي إلى الدور الإنجليزي؟ كوليبالي لاعب كبير أعتقد أن كوليبالي يستطيع اللعب في إنجلترا كما قام بعمل موسم عظيمة في نابولي لكن لا يريد كوليبالي أن يحسن من نفسه لأن الكرة الإيطالية غير الكرة الإنجليزية يجب أن يعمل كثيرا كثيرا ويتعاود عن الأجواء في إنجلترا ماركو من خلال حديثة كنت طبعا لعب سابع في اليوفنتس ونابولي لكن حسيت من خلال كلامك أنك تنتمي أو بتشجع أحد الأندية إما الميلانيا إما الإنتر عايز أعرف انتمائك لمن وبتشجع من في الدور الإيطالي أنا أشجع الإنتر وكنت في طفولتي وكل عائلة تشجع الإنتر أتمنى أن يفوز الإنتر لكن إذا ما تحدثت على الكرة الإيطالية كمحلل يعجبني جميع الفرق لكن أنا إنتريستا ماركو قبل أن ننهي معك عايز أعرف إيه اللي ناقص لدور الإيطالي ولي عودته للبريق أو اقترابه إلى حد ما من الدور الإنجليزي إيه أنت شايف إيه في الدور الإيطالي والمنظومة في الكرة الإيطالية لعودة بريقها على مستوى الدوريات الأوروبية في عزي الأيام كل ما أريد أن أقول أن ينقص إيطاليا قطاعات الناشئين لأن قطاعات الناشئين لديها نقص عديد وإذا ما نقصت قطاعات الناشئين في أي دولة في العالم قد تؤثر على الدوري المكان الذي توجد فيه وقد تؤثر على المنتخب وقد تؤثر على كل القطاعات لأن الشباب هم المستقبل وقطاعات الناشئين هي من تمد العديد من الأندية وتمد اقتصاد الدولة وتساعد في نهوض القرى باخل البلاد أعتقد أن أكثر شيء ينقص الطليان هو قطاع الناشئين باتفق معك تماما قطاع الناشئين في كل حتة في العالم يكون هو الدرع وهو القاعدة الأساسية لنجاح المنظومة ماركو زامبوني طبعا لاعب ليوفينتوس ونابولي نشكرك شكرا جزيلا على وجودك على شاشة قناة النادي الأهلي شكرا جزيلا شكرا لكم ومساء جميل لكل جميل قناة النادي الأهلي نادر حابب تعالى على الجزء الأخير أن حتى على مستوى الدولة كبيرة في صمعة الكرة العالمية بحجم إيطاليا هو بيتكلم أن قطاع الناشئين كمان مش على المستوى وهو بالتالي الدوري أو الكرة الإيطالية لسه قدامها مشوار للوصول تاني لكاس العالم أو الفوز بكاس العالم طبعا قطاع الناشئين مهم جدا في أي دولة ولازم يكون فيه اهتمام كبير جدا وده اللي شفناها إيطاليا آخر دورتين كاس العالم هو ما راحتش وده بسبب فيه تخطيط سيء وغير جيد ما فيه اهتمام كبير جدا بالمراحل والفئات السنية فأنا أعتقد عشان إيطاليا تتطور أو أي دولة لازم يكون فيه اهتمام وتخطيط سليم للكرة طبعا الكل متابع وحتى الناس بتفرج علينا كمان بتستنى مباراة طبعا الليفر بول والمان يونيتد يمكن إذا ما لأنا في الأعداد يمكن التشكيل نزل تشكيل المباراة ما بين المان يونيتد وليفر بول وكلنا منتظرين إن شاء الله كل التوفيق لمحمد صلاح ده طبعا تشكيل الليفر بول أليسون تريند جوميز باندايك روبرتسون هندرسون ميلنر هليوت دياز صلاح في المينيو السولاسيا الهجومي طبعا دياز وصلاح وفي المينيو على المستوى الآخر ديخية دالو فاران مارتينيز ماليسيا مكتماني إيريكسن برونو سانشو إيلانجا وراشفورد ده الفريق اليونيتد انت شايف إزاي الاستبعاد ماجوير على مستوى الدفاع واستبعاد كريستان ورونالدو في الخط الأمامي هل بدأ تنهاج يوري العين الحمراء اللي طبعا رونالدو على الجانب الآخر بدأ يبص بعين الجماهير شوية في الأقطاع الدفاعية الكبيرة اللي آن بها ماجوير في المباريات اللي فاتت ممكن إيريك تنهاج بدأ يصحح بقى الأوضاع فعلا فريق اليونيتد مع ماجوير بيقدم كوارس دفاعية يعني أنا كنت شايف كان صابقة يعني وغدة أكبر من حجمها وجاي بفلوس كتيرة جدا فكان سيء جدا فأعتقد بقى بدأ يقعده خاصة لو يلعب قدام خط هجوم ناري بكيادة طبعا صلاح ودياز فأنا شايف اللي بدأ يصحح الأوضاع كمان تغييره في وسط الملعب بدأ بإيلانجا وفي الخط الوضع بتاعهم مش مبسوط والحالة المزاجية بتاعتهم مش مبسوطة فأعتقد عشان كده أعادوا فالتغييرات ديت عايز يحسن بقى من وضع الفريق ويكون فيه سيكة خاصة في أول هزمتين صحيح على المستوى طبعا الفني وجود محمد صلاح وطموحات محمد صلاح اللي تكلم عليها خلال يمكن الريبورت اللي عمله قبل المباراة أنه يتمنى طبعا كلنا مستنينها خلينا نطلع لفاصل سريع بعد الفاصل كمان هنرجع على الدوري الأسباني نتكلم على الملكي مدريد وطبعا الكتالوني برشلونة أهلا بحضراتكم مرة تانية نادر خلينا نروح للدوري الأسباني بعد جولتين الريال آخر جولة بيكتسح طبعا بربعية أربعة واحد سيلتا فيجو كمان نفس الحال لبرشلونة على ريال سيديداد شايف شايف إزاي الصراع ما بين ريال مدريد وبرشلونة العام ده من خلال رؤيتك للصفقات من خلال رؤيتك للوافدين الجدد كمان على مستوى لسه الإسبوع دوت رحيل كازيميرو عن ريال مدريد ده حيأثر على وسط ملعب ريال مدريد بشكل برشلونة وريال عكس السنة الماضية برشلونة كان ضعيف جدا جاب طبعا صفقات على رأسها ليفندوفيسكي ويرافينها كمان اتشاف المشروع بدأ يظهر واسلوب اللعب بدأ يظهر رغم التعادل في اللقاء الأول قدام رايو فايكانو بعيدا عن النتيجة أنه كان برضو الفريق يقدم أداء مقبول وجيد كمان فريق ريال مدريد قيمته بقى اللي ما بتوقف على لعب معين راحل كريستيانو ولكن الفريق استمر بنفس القوة تسميرو كمان راحل ولكن موجود قاموفين جوي تشاومين اللاعب الجديد أعطت إيكون بديل جيد وكيمة ريال مدريد ما بيقدم مستوى فن كبير ولكن بيعرف يكسب في صناعية مميزة جدا بين فينيسيس وكريم بنزيمة مدارح شوفنا لوكا مدريدش بيقدم اللقاء كبير جدا وإبداع في وسط الملعب وسجل هدف رائع فالفريق متكامل كمان بوجود روديجر الفريق تحسن في النواحة الدفاعية وبيدعم في خط الدفاع بشكل كبير جدا اللقاء الأول لعب روديجر وناتشو اللقاء الثاني الريال غير الاتنين ولعب ديفيد ألاب ومليتاوف فبقى عنده عدد كبير جدا وحرية في الاختيار فإسكوات فريق الريال مميز ودي طبعا كيمة الفرق الكبيرة وبرشلونة طبعا برضو جاي في المصار الصحيح بوجود شافي وبعض اللعيبة ولكن أتمنى أن فرانك ديونج يكون بيلعب الإدارة الفنية تشافي اللي يمكن مع بداية يعني تولي المسئولية كان عنده مشروع وناس كتير جدا جدا متتكلم أن هذا المشروع بيتم بسرعة كبيرة جدا صفقات على مستوى عالي جدا يمكن الأداء في المباراة الأولى ما كان الأداء المميز لكن المباراة التانية بربعية وكمان بأداء أكتر من رائع تشافي المدير الفني لبرشلونا نشوف مع حضرتكم أعتقد أن الأمر نجح بالنسبة لنا لأن التعادل لبرشلونا ليس جيدا بما فيه الكفاية كان علينا أن نحقق الفول لذلك استبعت أليخاندرو الذي كان يلعب كجناح قمنا بإحضار مهاجم جناح لمحاولة تغيير ذلك كان لدينا أربعة مهاجمين في المقدمة بشكل أساسي لقد خاطرنا ونجحنا في الأخير فاتي قادر على أحداث فرق رافينا أيضا عندما جاء السجل عثمان دنبلي الهدف الذي وضعنا في الصدارة أعتقد أن الجميع كانوا جيدين جدا وكان علينا أن نتحلى بالشجاعة للفوز بمباراتنا الأولى ما فيه الشك طبعا كان مباراة مهمة جدا وفوز مهم لبرشلونا بعد التعادل في الجولة الأولى عايز أرجع على ريال مدريد قبل أن نشوف أنشلوتي قال بعد الفوز على سلطة فيجو 4-1 من جملة كان بيقول أنه وسط الملعب عنده مسلس برمودا كان بيكلم على توني كروز وطبعا مودريتش وكازي ميرو من الضلع اللي ممكن يحل أو اللاعب اللي ممكن يحل محل كازي ميرو في هذا المسلس اللي وصف أنشلوتي هذه حقيقة وسط ملعب ريال مدريد بوجود السلاسة أقوى وسط ملعب في العالم وآخر 5-6 سن طبعا سيطروا على كل البطولات خاصة البطولات الأوروبية أنا شايف هتكون في مفضلة بين كامافينجا وتشاوميني اللاعب الجديد ولكن كمان فالفيردي ممكن يخش معهم ولكن خلاص بقاله فترة بيعتمد على فالفيردي أقرب للجناح الأيمن وقريب من بنزيما وفينيسيس ولكن هتكون المفضلة دايما بين كامافينجا واللاعب تشاوميني ما فيش شك طبعا مازال الريال زي ما أنت قلت محتفظ بالحرس القديم زي ما منتكلم على مستوى السبقات مش كبير قوي لكن مازال يبقى يمتع بالنقطة إزاي بيعرف يكسب يعني فيه ماتشات كتير وده ظهر في في دور الأبطال إنه مش المستوى الجيد ولكن بيعرف يكسب هل المستوى دوت والصراع الطويل لأن أنت لسه بتتكلم في الجولة التانية عندك لسه جولات كبيرة جدا هل يستطيع الريال التواصل في هذا المشوار بهذا الأسلوب أو أنت شايف أن برشلونة مش هيكون سهل بالنسبة أو مش هيسلم سهل وهو هدف الأساسي هو طبعا الفوز بالدوري الأسبان هي طبعا كيمة الريال لا يقدم أداء كبير ولكن يعرف يفوز طبعا بخبرات اللاعبية فيه انسجام كبير جدا اللاعبة تلعب مع بعض أكثر من خمس أو ست سنين فيه انسجام واضح الفريق يعرف يرجع في نهاية أوروبا كان ليفربول هو الأفضل بشكل جدا ولكن بخبرات فريق الريال وبشخصيته قدر يختف المباراة ويكسب البطولة مشكلة فريق الريال الجانب الدفاعي لو يتحسن أكتر والمنظومة الدفاعية هيختبر بالهجوم في القائد برشلونة مثلا في لقاء الدور السنة الماضية فريق برشلونة كسب أربعة صفر كان بسبب غياب بنزيمة وكل يقول لك تأثر بغياب بنزيمة ولكن موجود في الملعب هيكون قائد في الملعب والكلام أنا شايف التواصل المنافسة تفضل مستمرة والريال بالمجموعة قادر على التنافس لكل البطولات كمية طبعا نادر بيقول أن الريال قادر على المنافسة في جميع البطولات كمان على مستوى الإدارة الفنية نشوف كارلوس أنشلوتي المدير الفني للريال قال ايه بعد مودريتش لاعب خالد وجاهز دائما يلعب بشكل جيد جدا صحيح أن الهدف الذي سجله قد غير المباراة حتى تلك اللحظة حتى ذلك الهدف كانت المباراة متكافئة وتنافسية للغاية لقد دفع سيلتا في جوب بقوة كانوا يضغطون بشكل جيد كنا نعاني من أجل استحواض على الكرة في الشوط الثاني فقدوا قوتهم وتمكننا من البناء جيدا من الخلف والقيام بالتحولات الهجومية كان الأمر رائعا للغاية أعتقد أنها لفتة رائعة من كريم بن زيمة مع إيدن هازار لقد لعب القليل جدا من الوقت لكنه أظهر أنه قام بالعديد من المواجهات الفردية لقد كان قويا لذلك لا يهم أنه أضاع ركلة جزاء إنه منفذ ركلات جزاء جيد للغاية لكن الشيء المهم هو إثبات عودته إيدن هازار وإثبات عودته نادر عايز أسمع منك كمان رأيك في إيدن هازار رغم ضياعة ضربة الجزاء لكن أنشلوت بيقول أنه راجع وراجع بقوة رغم غياب وفترات طويلة عن تشكيلة الأساسية للرياض طبعا كلامه صحيح أي مدرب لازم يدافع عن اللعب بتاعه عشان يحافظ عليه وما يخرج بره تركيزه أو ينهار إيدن هازار كان مميز جدا في تشيلسي ولكن مشكلته في ريال مدريد كثير الإصابات مستبت عنده استمارية في الأداء لكن لو اللعب ده ما بيصابش هيكون عنصر كبير جدا ومهم في هجوم فريق ريال مدريد كمان بيعرف يربط الخطوط ولكن زي ما قلت حضرتك مشكلته كثير الإصابات نادر بنشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا في المحترف ربنا خليك كابتن هاني أنا سعيد والله اللي موجود في قناة الناد الأهلي ندينا العظيم ومع شخصية حضرتك محترم أتمنى لك كل توفيق أنا من محبينك أصلا كابتن هاني وأنت أحد أستطيع الدفاع في مصر فأتمنى لك كل توفيق وسعيد والله وأتمنى كون حلقة أضافة لبعض الناس ولو الشيء بسيط نورتنا وشرفتنا في نادر وطبعا بعد عشر دقائم من دلوقتي كل التوفيق لنجمنا الكبير محمد صلاح في مباراة قوية جدا أمام المان يونيتد شكرا لحضراتكم لقائمة حضراتكم إن شاء الله يوم الخميس يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف